سقوط الويندوز البشري أهلا بكم من جديد في الحلقة الثمنتاشر من سلسلة أصرار النفس في القرآن الكريم بعد معرفنا يا صديقي في الحلقات اللي فاتت مرحلة انهيار المناعة النفسية وسقوط خط الدفاع الأخير ضد الفيروسات النفسية بيدخل الإنسان للأسف الشديد في آخر مراحل الظلام النفسي مرحلة تشوه نظام التحكم النفسي أو مرحلة سقوط الويندوز البشري وفي الوقت ده يا صديقي بتظهر على الإنسان واحدة أو أكتر من أخطر أعراض الظلام النفسي في البداية هيبدأ يظهر على الإنسان إضطرابات نفسية وعقلية خطيرة جدا زي الاكتئاب الشديد أو الفصام أو الوسواس القهري ونوبات الفزع والرهاب الاجتماعي وأخيرا أخطر حاجة في الليست دي كلها وهي أفكار بل ومحاولات أحيانا انتحارية تاني حاجة بتظهر على الشخص ده أنه بيكون حساس جدا بصورة مبالغ فيها لكلام الناس وخايف طول الوقت من نقدهم وحاسس إنهم بيتأمروا عليه وبيحسدوه وعايزين يقزوه بكل الطرق الحاجة التالتة اللي بتحصل للشخص ده أن حياته الطبيعية للأسف بتقف بينقطع عن شغله وبينعزل عن الناس وقتها الإنسان بيكون كاره لنفسه كاره للناس كاره للحياة غير راضي عن أي شيء حاسس دايما بالمظلومية حاسس طول الوقت النضاحية شايف إن الدنيا حظوظ وإن القدر ظالم بيكون شايف نفسه مستحق للأفضل رغم عدم سعيه الحقيقي أصلا للنجاح وقتها الإنسان للأسف بيشوف إن الموت نجاة من بؤسه وناره الداخلية فعلا في المرحلة دي بيكون عايش في نار هنا في الدنيا قبل الأخرة بس موته وانتحاره للأسف مش هيخلصه أبدا من نفسه نفسه دي هتكون مكملة معاه برضو بعد الموت بكل ظالمها ونيرانها نفسه مكملة معاه في القبر بكل الأفاعي والعقارب والوحوش النفسية اللي جواه الانتحار ما هو إلا محاولة بائسة للهروب من المعاناة للأسف الشيطان بيقنعوا إن الانتحار هو الحل الوحيد للتخلص من المعاناة ولكن الحقيقة إن الموت هو اللي بيحرر وحوشه النفسية أكتر غروبك يا صديقي من تحمل مسئولية ترويد وحوشك النفسية للأسف حيعرضك لمعاناة أكبر وعذاب نفسي أخطر وهنا يجي السؤال اللي قالئ كتير جدا من الشباب وكتير جدا من الشباب بيسألوا عنه هو في فعلا عذاب في القبر الجواب يا صديقي إن أيوة عذاب القبر موجود فعلا وحقيقة زي ما عذاب النار موجود وحقيقة ولكن الخبر الجيد يا صديقي هو إن أنت المتحكم فيه أنت اللي بتصنعه دلوقتي بأعمالك ومعتقداتك ومشاعرك إحنا دلوقتي في فترة الحياة الأرضية في فترة تشكيل عالم ما بعد الموت أنت الوحيد القادر على تشكيل العالم ده قدامك طريق من اتنين إما إنك تكرر تشكله بنفسك أو إنك تسيبه للظروف إما إنك تختار تزكي نفسك وتنورها بمعرفة الله الحق أو إنك تعيش طول عمرك في دور الضحية وتفضل تكره في الناس وتهمل في تربية نفسك وتكون مغزا للحزن والخوف والرفض والقراهية وباء المشاعر السلبية والنيران والوحوش النفسية الخطيرة في الإطار ده في قصة ملهمة جدا لمالك بن دينار يقول لما تمت ابنتي الوحيدة سنتان ماتت فحزنت عليها حزنا شديدا وأكثرت من شرب الخمر حتى سقطت على الأرض مغشيا علي من كثرة الحزن والسكر وكانت ليلة النصف من شعبان ليلة الجمعة وإذ بي أرى نفسي أقف في أرض الحساب وقد بعث الله جميع الخلائق وسمعت المنادي ينادي على الناس بصوت يخلع القلوب فلان ابن فلان هلم للعرض على الله وسمعت صوتا مخيفا يأتي من خلفي فالتفت فإذ به تنينا عظيما أسودا مخيفا قد فتح فاه مسر عن نحوي فأسرعت أحاول الهرب منه فمررت بشيخ جميل أبيض الثياب جميل رائحة ولكنه هزيل وضعيف فقلت له ما هذا الشيء ألا تدفعه عني فبكى الشيخ وقال أنا ضعيف كما ترى ولكن سر إلى هذا الجبل فإن فيه ودائع المسلمين فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك قال فنظرت فوجدت جبل من فضة فأسرعت إليه فوجدت فيه أطفال المسلمين الذين ماتوا فخرجت ابنتي الصغيرة مسرعة من بينهم فأخذت بيدي وأشارت إلى هذا الوحش فولى هاربا ثم أجلستني وقعدت في حجري وقالت يا أبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فبكيت وقلت يا بني أو أنتم تعرفون القرآن فقالت يا أبتي نحن أعرف به منكم قال فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يهلكني فقالت إنه عملك السيء يا أبي لقد قبرته حتى كاد أن يأكلك فقال لها وما هذا رجل ضعيف قالت هذا عملك الصالح قد أهملته حتى أنه لا يستطع نجدتك ثم أمسكت بلحيتي وقالت يا أبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فانتبهت فزعا وقلت بلى أنا يا رب أنا يا رب فكسرت آنية الخمر وتبت إلى الله عز وجل وهذا كان سبب توبتي الرؤية دي مش بس غيرت حياة مالك بن دينار دي غيرت حياة ناس كتير جدا الرؤية دي غيرت فهم وفهمنا عن حقيقة الدنيا وحقيقة الموت حقيقة أن الموت ما هو إلا بداية لحياة عظيمة جدا فوق مستويات ما يمكن تخيله حياة تجسد فيها الأعمال والمشاعر الخفية والمظالم المسطورة عن عيون الناس الرؤية دي فهمتنا أكتر أن النعيم والعذاب بعد الموت هو نتيجة أعمالنا وأن كل اللي بنقدمه ونزرعه اليوم لنفسنا هيعيش للأبد ويشكل مستقبلنا وعالمنا الأبدي وفي النقطة دي لازم أسألك يا صديقي العزيز وهي أختي الغالية سؤال مهم جدا وقولك ألم يأني لنا نحن أيضا أن ندرك أن إصرارنا على التكاسل والتهاون في السير إلى الله وإصرارنا على عدم تخليص قلوبنا من المشاعر السلبية مش بس حيتقلب ضدنا في الدنيا على شكل مشاكل وأمراض خطيرة لا يا صديقي ده كمان حيتسبب لنا في معاناة مستمرة في القبر وعلى الصراط مهم تعرف يا صديقي أن النار مش هتسيب إنسان يمر من فوقها يوم القيامة من غير ما تنزع من قلبه ما يشبهها من نيرانه وظلامه النفسي لكنه نزع علاجه تنقية لا نزع انتقامه كراهية فالجنة يا صديقي مكان خالي من جميع المشاعر والنوايا والأفكار السلبية الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين عرفت ليه إحنا تكلمنا قبل كده في حلقات كتير عن أهمية العفو وتنقيط القلب من القراهية والغضب والغل والحزن والرغبة في الانتقام الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بإذن الله حنكمل معكم الحلقة اللي جاية باقي أعراض انهيار التحكم النفسي عشان نفتح إنيكم على حقيقة الطريق اللي الشيطان بيحاول طول الوقت يشدنا نمشي فيه طريق الانشغال بالدنيا الطريق اللي شكله حلو جدا ومليان ألوان من المتع والملازات الخدهعة بس نهايته يا صديقي حتكون زي ما شفت معنا النهاردة نهاية الطريق دي للأسف تحط من نفسه معاناتها المستمرة في الدنيا وفي الآخر كمان حفظا الله وإياكم من فتن الدنيا ومن وساوس الشيطان ومن عذاب القبر اللهم آمين